رئيس الجمهورية له صلاحيات خارقة لكل النظم السياسية إن كانت نظم رئاسية هو خذاء من النظام الرئاسي واخذاء من النظام البرلماني كل ما يساعد النظام الرئاسي خذاه لصالحه وكل ما موجود في النظام البرلماني خذاه لصالحه نعطيك بعض العينات وبعض الأحكام مثلا رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي في النظام الرئاسي هو الذي يعين وهو الذي يزيح الوزراء ليست هناك حكومة بالمعنى البرلماني للكلمة كما عرفناها أحنا في تونس من قبل رئيس الجمهورية عنده وزير أول ووزراء يساعدونه على ماذا؟ على تنفيذ سياسة عامة هو الذي يحدده هذه السياسة العامة لكن في نفس الوقت الوزراء ورئيس الوزراء هم مسؤولون أمام مجلس نواب الشعب وأمام مجلس الجهوي ومجلس الجهات والآقالي هم مسؤولين وممكن أن يخذوا في شأنهم لائحة لائحة لوم لكن لائحة لوم ممكن لرئيس الجمهورية أن يوقف آثار هذه لائحة لوم بحل المجلس ويختار أي مجلس من المجلسين يمكن حله وهو لا يسأل شكون اللي يسأل هي رئيس الوزراء والوزارة متاعه هم يعني هما يقع لومهم بينما هو ما عنده ما فهمش اعتراض ما فهمش لوم لا يسأل ولا يراقب ولا حتى شيء يعني هو فوق كل اعتبارات وفوق المؤسسات وسبعني هكلمة أنه سيكون فوق المؤسسات هذي ما فهمش إذن هنا نوع من الانفراد بالسلطة وكل السلطات عليش نقول كل السلطات بين أيدي رئيس الجمهورية اللي هو اللي هو عنده معناها عنده دور فعال عنده دور انيرجيك بينما رأوا أنه صلاحيات متاع المجلس نواب الشعب ومجلس الجهات وخصوصا مجلس الجهات ومجلس الاقليم ما عندهمش صلاحيات يعني صلاحياتهم قليلة مجلس الجهات والاقليم عندهم زو صلاحيات صلاحيات في التنمية الجهوية وفي الميزانية والصلاحية الثالية هو بالنسبة للقيحة اللي هو هذا هو يعني ما فهماش تقول مجالس بش تمثل شعب بش تمثل مسائل بالنسبة لقضية الشباب بالنسبة لقضية التعطيل عن العمل بالنسبة لأشياء سياسية يعني الشأن العام السياسي بصفة عامة مش لازم الشأن العام بصفة ذلك هذي الكل ما فهماش يعني صلاحيات قليلة وقليلة جدا كذلك بالنسبة للمجلس نواب الشعب معت عنده حتى صفة الرقيب ينجم رئيس الجمهورية عنده الاولية الاولوية مثلا بالنسبة للقواني يعني المشاريع اللي تنبع عامة رئيس الجمهورية عندها الاولية في مجلس نواب الشعب يمكن له ان يتدخل بصفة مباشرة عن طريق الاستفتاء ما عندوش حتى بش يستشير مثلا ماش الاستشارة كذلك وهذه الحمد لله تفكرتها خذر دائما ننساوها انه مدة الاستثناء يعني الظروف الاستثنائية ولا ظروف الاستثناء نظام الاستثناء اللي احنا عايشين فيه بدون حدود ليست له اي حدود لحدود زمنية لحدها لذلك هذا يبين انه رئيس الجمهورية يهيمن هو سلطة مهيمنة على بقية السلطة له امكانية الردع له امكانية الحل له امكانية انه يتدخل في الوظائف في وظائف السلطة الاخرى ثم بعد كان ممكن نرجع للسلطة القضائية لكن لكن هو فوق كل اعتبار ولا يسائل ولذلك فما انخرام في بين السلطة ما عادش فما اك الزمانات اللي كانت موجودة متاع استقلال القضاء متاع المحاكمة العادلة متاع الزمانات اللي تخلي القاضي وتخلي سلك القضاء حتى المحامين والمحاميات يعني يكونوا مرتاحين البال يقوموا بالسلطة متاعهم وكي ما قلت لك سلطة خصوصا قالوا هذي وين الراوة هذي الراوة بالنسبة المجلس الاعلى للقضاء ضرب المجلس الاعلى للقضاء ما عادش وحدة كما نعرفوها اللي احنا يعني نعرفوا قدش القضاء تناظلوا عليها وكانت تونس يعني ننظرولها بنظرة جديدة في 2014 لانه اول مرة في تاريخ تونس يكون مجلس الاعلى للقضاء منتخب ويلم القضاء الكل يعني بكل المجلات انتاعه القضاء الاداري القضاء العدلي القضاء الماني هذي وقاع ضربه بالدستور المكسب اللي كان عنا في الحقوق والحريات هو انه كانت عنا امكانية انه فصل النجم نستعملوه لردح كل شخص اللي يحب ينال الحقوق اللي هو الفصل 49 شو اللي فيه الفصل 49 فيه انه لا يمكن ان ننال من جوهر الحرية واذا اذا تم لي مقتضيات معينة لانه في بعض الاحيان نجم تكون نراوه فما ان كونفلية احنا نسميوها دغوة كونتخو دغوة ولا ليبغتي كونتخو ليبغتي كما نجي مثلا حق الملكية بالنسبة لحق الكاري ولا حق السكن نخذهم لكذو ما ينجموه فما تضارب نوعا ما شنو لي بش يحدم بيناتهم بش يحدم بيناتهم قانون اولا لا ينال من جوهر الحرية او من جوهر الحق خدمة لضرورة الدولة الديمقراطية المدنية وبتناسب بين يعني الحد من الحرية والهدف اللي ينحبو نخل طوله هذه كانت الفلسفة العامة الفلسفة العامة وقع ضربها في المشروع الاول وقع استدراكها في المشروع الثاني لكن الاستدراك يبين على موش بالمجد استدراك لانه صحيح يرجع التناسب وجوهر لكن قضية الدولة المدنية اللي تخليك شنين الدولة المدنية علوية القانون وعلاقة المواطنة اذا انتي تدخلي في الدستور وفي الفصلة الخامس بتقول راو الدولة هي الوحيدة التي تسعى ولا تعمل على تحقيق مقاصد الشريعة وتحطهم للخامسة ما قاصد شنوما ونلقاوا فيهم الدين حفظ الدين حفظ النفس حفظ العرض حفظ المال وحفظ الحرية الحرية اللي هي زعمها جديدة دي جات في القرن التاسع عشر ولا حتى في اوائل القرن العشرين جاءت استبدالا الى مسألة المياه اله شى اسمه هو العاق gentle 국ارية هيدا ما عنده حتى معنى لانه شكون اللي بايش يولى القادة القانونية عليش خ خطير النصه ه Şu خطير الا خطير من بنحبهوش الاسلام غالطه ويكذب علي الي يقول لك يعني كيف الاسلام حضارة ولا الاسلام ثقافة والاسلام مش كون بش ينكر هذا ينكر ثقافة ينكر تاريخ ينكر هوية ينكر هذية ولا كيف يحطوا في الفصل الخامس يولي مصدر استلهام ومصدر مراقبة دستورية تروا عنده القيمة الدستورية يعني انه غدوة المشرع يخد قانون اكل قانون هذيك بش نخزرولو عنا لوب اللي بش نخزرولو بها هل هو يسعى الى تحقيق هاته المقانصد الخامس اشتركوا في القناة